موسيقى أهلا وسهلا ومرحبا بالأخوة المواطنين المشاهدين لهذا المحتوى اللي راح يبدأ ببس أفكاره بعد هالفاصل موسيقى على ما يبدو أنه قريباً الجهات المعنية راح تفرض ضرائب رفاهية على المواطنين المقبلين على الزواج بعد ارتفاع أسعار البيوت والسيارات اللي بلشت تتصنف ضمن قوائم الرفاهيات بالبلد نضمن فترة أصيرة الدهب إلى قائمة العقبات بوجه الشاب الطامح واللي كله أمل ببنت حلال اتونس وحته واضيف لمسة الاستقرار على حياته موسيقى بعد ما استقرت أسعار الدهب لشهر كامل على 169 ألف لليجرام الواحد المواطنين صحيوا على التسعيرة الجديدة اللي شهدت ارتفاع بسعر الجرام للمية و 73 ألف جرام واحد يعني بهي الحالة محبس الدهب واللي هو الخطوة الأولية باتجاه إعلان الزواج رح يكلف تقريباً 600 لل700 ألف لليرة يعني إذا كنت أنت عزيزي المشاهد تخطب كلامي هذا مواجه للعزابية بس شامات المعيونك عزيزي المشاهد المتزوج بنرجع لحديثنا إذا كنت حابب تخطب فقدامك بين 600 لل700 ألف لليرة حق محبس هي بحال أنت سمكت وشك ودرته طناش وما حبيت تجيب شي قطع الدهب تانية سوارة أو حلق أقل ما هنالك فإذا كانت خطيبتك وشة أسمك من وشك رح تطلب منك أنه ما تسود وشة قدام أهله ورح تلزمك أنك تجيب كم قطعة تانيين فهون جهز لي حالك على مليونين ليرة برياحة إضافية لحد هلأ عريس الهنة لسه ما عمل شي وهدول يعني يعتبروا مثل صحن المسبحة اللي بينزل على الطاولة بالمطعم قبل المشاوي أو مثل ما بيقولوا فتحتم رح ينبسط الشاب أول فترة بما أنه خطب وصار يحس أنه في شي جديد بحياته وبما يبلشوا أهل البنت يتناشفوا معه ويصيروا ينموا بكير لما يروح لعندهم المسويات وتبلش هون بقى خطيبته تطالبه ببيت وسيارة مشان تتيسر أمورهم بقى فهون هلأ عزيزي عريس الهنة بده يجيب ورقة وقلم ويبلغ شي يحسب شو بدا تكلفه القصة وإنت يا عزيزي المشاهد كمان هات ورقة وقلم تعال نتسلى بها الحسبة أول شغلة في عندك يعني قصة أنه بيت متوسط أو ضعيف رح يكلفك بين السبعين للمئة مليون تمام بعدين في عندك عفش مكون من غرفة معيشة أو ليفينجروم ما بتفرق نقيلي بتعجبك أنت رح تكلفك القصة تقريبا يعني هون غرفة معيشة تقريبا شي ثلاثة للتنين مليون ونص هيك وكسور كمان بالإضافة في عندك بين الأربعة للخمسة مليون غرفة النوم زائد براد قول بمليون وغسالة بمليون ومنضيف عليهم كمان شي فرن غاز وميكرويف ستمية بستمية ستمية بستمية وتلفزيون مشام مرتك تشوف عليه تامير حسني وتسب الساعة اللي شافتك فيها كمان بمليون زائد كلفة العرس والحفلة اللي رح يجوا عليها ناس يتنمروا عليك ويتمسخروا على فستان خطيبتك أو مرتك كمان قول ستة مليون يعني لحد هلأ أنا حاولت أذكر الأرقام اللي خطرت بالي مشان هيك لازم نجمع ونشوف قديش المبلغ كامل فإذا إلنا مليون بأربعة مليون زائد اثنين يعني تقريبا تقريبا رح يطلع عندك مبلغ يا عريس الهنا تقريبا شي مئة مليون تمام مع حق البيت يعني وسطيا نحكي نحنا مئة مليون زائد حق البيت ومنضيف عليهم كمان كم شغلة هدول غراض المطبخ ومغراض المطبخ يعني القصة بدأ تكلفك مئة وسبت عشر مليون هلأ كل هدول الأرقام وعريس الزين راتبه مئتين ألف بالشهر يعني إذا وفر من كل شهر عشر تالاف مع أنه صعبة صعبة القصة فهو خلال تمانين سنة فعليا رح يجمع عشر مليون حق التلفزيون مبدئيا اللي رح تحضر عليه مرته تامير حسني وتسب الساعة اللي تجوزته فيا العريس الهنا وباللحظات اللي تحول فيا الزواج إلى تفكير يعاقب عليه المنطق والفهم بدي أترك وقت لعزيزي العريس لحتى يفكر بمستقبله ويعرف حاله شو بده يعمل أما أنا فعلى أمل أني لقيكم بكرة وأنتو مرتاحين مرديا ونفسيا ومعنويا بدي أتمنى لكم أربع وشاني ساعة عملياني بالحب والسعادة والوئام أما هلا عزيزي وعزيزي المشاهدة باي باي